هذا المخيم الذي يضم عشرات الأسر من النازحين من أبناء مديرية الغيل يعتبر نموذجا من عشرات المخيمات في محافظة الجوف تعاني هذه الأسر معاناة شديدة بعد أن غادروا منازلهم وتركوا امتلكاتهم جراء الحرب التي دارت في العام 2014 حيث تنعدم أغلب الخدمات فهم يعيشون في مخيمات تحت حرارة الشمس وقساوات البرد جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية التي دشنت مشروع الإيواء في اليومين الماضيين المقدم من منظمة الأوتشا بدأت بالتوزيع في هذا المخيم لسد بعضا من حاجات النازحين فيما سيتواصل التوزيع ليصل إلى كافة النازحين في مديريتي الحزم والغيل سواء من داخل المحافظة أو من خارجها تم بحمد الله اليوم البدء في مرحلة توزيع المواد الإيوائية بمحافظة الجوف مديرية الغيل والتي تستهدف عدد 220 أسرة مستفيدة هذا المشروع ممول من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا والذي تنفذه جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية فمن هذا المكان نناشد منظمات المجتمع المدني والمنظمات المحلية والمنظمات الدولية سرعة التدخل لإنقاذ هؤلاء النازحين نظرا لتزايد الأعداد ونظرا أيضا لدخول فصل الشتاء القارص أسعد الساكنون في هذا المخيم بهذه اللفتة الكريمة مطالبين بالمزيد في تقديم خدمات أخرى يفتقدونها نشكر منظمة أوتشا على مشروع دعم المواد اللوائية لنازحين مديرية الغيل كما نشكر جمعية الإصلاح التي نفذت هذا المشروع نشكر العاملين عليها الناس نازحون لهم عامين وبحاجة دفاع وبحاجة سكن وبحاجة غذاء وبحاجة كهرباء وبحاجة ماء نطلب من كل منه اليد الخيرية أن يقدموا للنازحون على هامش التصوير تعرفنا على معاناة للأطفال في هذا المخيم حيث أنهم يفتقدون المدارس والمدرسين إلا أن هناك مدرسة وحيدة تبعد عنهم لمسافات طويلة وهو ما يكبرهم للذهاب إليها وهم بذلك يكونوا معرضين للشمس والبرد معا نحن من مديرية الغيل ونحن هنا في الجردة حق المحابب ونحن هنا مدارس عندنا فلنسرح إلى مدرسة كذا سارحين ساعة في البرد ونرجع إلى هنا في الشمس ساعة ما بشي سيارات اللي تسرحنا وضوينا فنطالب الحكومة والمنظمات الدولية ببص يسرحنا ويرجعنا نحن نزحنا من مديرية الغيل إلى هذه المنطقة لا مدارس ولا معلمين نستطيع أن نتعلم مثل أبناء اليمن أوضاع النازحين في محافظة الجوف حقيقة مؤلمة فقد غابت كثيرا إلا القليل عن مرأة ومسمع الحكومة والجهة صاحبة الشأن صالح مبخود لقناة سهيل محافظة الجوف ترجمة نانسي قنقر